إذن للحديث عن مجمل هذه تطورات وأيضا عمليات النصف التي يقوم بها الاحتلال في الحافة الأمامية في الجنوب اللبناني ينظم إلينا الصحابة في تلفزيو العربي علي رباح مرحبا بك علي نتحدث ليس عن عمليات قصف متفرقة بل عمليات نصف محددة نعديسة وعيترون وغيرها أيضا قبل ذلك على ماذا يعمل الاحتلال الآن وكأنه يعمل على تحديد منطقة عازلة بأرض محروقة لا مجالة ولا مكان للحياة فيها يعني جمال بالإضافة إلى ما حدث اليوم في مدينة صور جنوبية لبنان وهو ما كنت تطرقت إليه بشكل مستفيد خاصة مع رئيس بلدية هذه المدينة التي تعرضت للقصف منذ صباح هذا اليوم إلا أن أيضا الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة تشهد تطورات ربما العنوان الأبرز لهذه التطورات هي محاولة نسف البلدات نتحدث اليوم عن بلدة عيترون هذه البلدة التي تقع في القطاع الأوسط جنوبية لبنان كانت تعرضت بعض أحيائها لنسف بشكل كبير المباني البيوت المنازل وطبعا البناء التحتية كما شهدنا أيضا طيلة هذا اليوم في الفيديوهات المسربة من هذه البلدة ولكن هذا النسف ليس الأول هذه البلدة ليست الأولى التي تتعرض لما يوصف اليوم في الجنوب بغزة جديدة وخاصة شمالي قطاع غزة محيبيب كانت أولى البلدات التي تم نسفها بيئة الكامل إضافة إلى بلدة الأظهيرة في القطاع الغربي ورامية أيضا على الحدود ما بين القطاعين الغربي والأوسط وأحياء واسعة وكبيرة جدا من مركبة لعديسي يوم أمس تم استهداف أحياء كبيرة فيها نسفها بيئة الكامل ولكن إذا عدنا إلى السؤال وعدنا إلى جغرافية هذه المناطق هذه المناطق التي حاول جيش الاحتلال التوغل بها من لعديسي بداية إلى الأظهيرة واللبوني بطبيعة الحال مرورا برامية وعيتارون وغيرها من المناطق وحتى طبعا محيبيب وبالتالي هناك اعتقاد بأن الجيش ربما الجيش الاحتلال الإسرائيلي يعود عن فشله في السيطرة على البلدات خاصة البلدات التي تم نسف أجزاء كبيرة منها هناك رأي آخر في لبنان يقول بأن إسرائيل تعمل على إنشاء منطقة عازلة اليوم بعمق ثلاثة أو أربع كيلومترات وبالتالي هي تحاول نسف هذه المنطقة بالكامل وهي التي عملت منذ الثامن من أكتوبر تشرين الأول الماضي على استهداف كل هذا الشريط الحدودي والتدمير الممنهج ولكن اليوم لا نتحدث فقط عن تدمير ممنهج هي أصلا قرى دمرت ولكن اليوم نتحدث عن نسف هذه القرى ومحي هذه القرى عن الخارطة ورغم محو هذه القرى من الخارطة رغم عمليات القصف والنسف إلا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة والمقاومة لا تزال أيضا تقوم بعمليات لصد التواغل الإسرائيلي بالفعل إذا انتقلنا إلى الخارطة الثانية خاصة في القطاع الشرقي جنوبي لبنان دعنا نتوقف قليلا عندك فركلة وبوابة فاطمة منذ صباح هذا اليوم كان هناك أربع بيانات لحزب الله وأربع صليات صواريخ استهدفت قوات الاحتلال عند بوابة فاطمة بوابة فاطمة بطبيعة الحال نتحدث عن القطاع الشرقي جنوبي لبنان وهذا ما أتاح التخمين صباحا بأن هناك تحركات لجيش الاحتلال باتجاه العمق اللبناني وتحديدا طبعا باتجاه بلدة كفركلة حيث يتواجد أصلا قبل أيام وباتجاه مناطق أخرى بالفعل بعد ظهر هذا اليوم تحدث حزب الله في بيان عن اشتباكات دارت بالقرب من تل إنحاس هنا نتحدث طبعا قبل قليل أيضا تحدثت مراسلة التلفزيون العربي عن الاعتقاد بأن جيش الاحتلال دخل إلى تلك المناطق عبر مستوطنة المطل لأننا نتحدث عن السهل وبالتالي هي أسهل عسكرية من كفركلة والجبال والوديان والأحراش في تلك المناطق وبالتالي تتركز الاشتباكات تتركز العمليات العسكرية اليوم من حيث انطلقت وهي منطقة العديسي كفركلة حولة وأكثر من منطقة على شريط الحدود خاصة في القطاع الشرقي جنوبية لبنان طيب على طول هذا الخط أين تتواجد الآن القوات الإسرائيلية علي؟ ربما علينا لو انتقلنا إلى الخارطة الثالثة على طول الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة تتواجد القوات الإسرائيلية اليوم ولكن ربما هي تقدمت في بعض المناطق أكثر من مناطق أخرى على سبيل المثال في يارين والاضهيرة خاصة في القطاع الغربي جنوبية لبنان إضافة إلى راميا راميا طبعا هي متواجدة فيها من بعد أن نسفتها إضافة إلى خلت وردة في عيت الشعب ولكن اللافت بأن كل هذه المناطق لازالت تتعرض حتى هذه اللحظة إلى قصف من حزب الله عنيف وبالتالي تجمعات لقوات الاحتلال في هذه المناطق تتعرض للقصف وهو ما يجبرها بحسب بيانات حزب الله على التراجع إذا ما ذهبنا إلى القطاع الأوسط جنوبية لبنان اليوم نتحدث عن عيتارون التي نسفت قوات الاحتلال أحياء كبيرة منها إضافة إلى بوابة مارون الراس لا نتحدث هنا عن وسط البلدات إنما عن أطراف هذه البلدات بالعودة إلى القطاع الشرقي جنوبي لبنان نتحدث أيضا عن كفركلة والعديسي والطيبي ربما أكثر قطاع استطاعت القوات الاحتلال أخله حتى هذه اللحظة أن تتقدم أكثر من غيرها هي باتجاه الطيبي طبعا وتل نحاس قبل قليل ولكن تم مواجهتها بحسب بيانات حزب الله وتم إيقاع هذه الفرق بين قتيل وجدين بالفعل بالإشارة إلى بيانات حزب الله علي بيان آخر الآن لحزب الله يقول بأنه استهدف برشقة صاروخية جديدة منطقة مارقليوت حزب الله الذي كان حذر أيضا سكان المستوطنات وطلب بإخلائها هنا ربما علينا الانتقال إلى الخارطة الرابعة بما أننا نتحدث عن مارقليوت دعنا نشير هنا فقط إلى أن كل هذه المستوطنات خاصة قبالة القطاع الشرقي جنوبي لبنان هي تتعرض طيلة النهار وطيلة الليل للاستهدفات مسكاف عام هونين المنارة يفتاح وأيضا المطلي وكريات شمونة إضافة إلى صفد شلومي نهارية عكة معظم هذه المناطق اللافت أيضا منذ يوم أمس بأن حزب الله بالفعل بدأ يتحدث في بياناته عن أنه كان حذر سكان هذه المناطق بداية أخلت إسرائيل المناطق والمستوطنات على عمق 5 كم ولكن أضاف إليها حزب الله بحسب بيانه قبل يومين 25 مستوطنة معظمها جديد أو بعمق جديد 10 كم وهو طالب سكان هذه المناطق وبالتالي لا زالت الصليات الصاروخية تنطلق من جنوب لبنان وتستهدف إما تجمعات لقوات الاحتلال أو شركات للصناعات العسكرية أو حتى المستوطنات علي رباح الصحفي في التليفزيون العربي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك